أهم الزكريات بقى في الدير يعني أول ما دخلت أول يوم في يعني في القلاية بدأت إزاي التعامل مع العباء الرهبان هناك؟ يمكن لما بالروح ما تبقاش القلاية على طول يعني أنا فاكر إحنا رحنا بيت الخلوة وكان ماسك بيت الخلوة أنا زاد نيافة أمباب سادة كان اسمه أبو نبرقام ودي كانت أول خدمة يعني في الدير كانت معها نيافة أمباب سادة اللي هو كان اسمه أبو نبرقام وقتها يعني وقبلها لما كنت بتردد كان نيافة أمباب تدرس أسخف برسعيد وكان هو اللي ماسك البيت وكنت بتردد على بيت الخلوة وهو كان موجود أعطي أدئي في بيت الخلوة؟ بيعد الوقت أدئي؟ بوقت ثابت ولا كل حد حسب؟ لا حسب ظروفه أنا بعد كده خلوه عمل بالنسبة لي أني أساعد أبو نبرقام اللي هو نيافة أمباب سادة فأنا استمريت الأخوة اللي كانوا راحين معايا نيافة أمباب ندراوس بوتيل راح مسك حاجة تانية والأباء اللي كله لأن احنا متراهبين مع بعض نيافة أمباب رقام، نيافة أمباب أندراوس، نيافة أمباب مينة، دير مرجرجس الخططبة لدفع عميرة يعني أه كنا يعني منها أربعة أساقف رائعة أساقفة حلية، كانت إيه بقى المهام اللي يعني كالإشراف على بيت الخلوة المهام اللي نيافة كنت بتقوم بيها وقتها كراهب؟ لا قبل الرهبانة أنا كنت بساعد نيافة أمباب سادة أبو نبرقام لأ في الرهبانة بعد ما بقى لما هو أنا سبت بيت الخلوة بعد يعني بعد لما ترهبنت، مسكت الجو أو المخازن في الدير يسمونه الجو فمسكت الجو اللي هو المخازن الدير وقعدت فترة فيها دي مسكتها قبل رهبانتي بخمساشة اليوم واستمرت فيها وقت وبعدين كان قدست البابا ونيافة أمبس رابامون ورايحين الرحلة الطويلة اللي استمرت 77 يوم فيومها نيافت أنبا سربامون قال لي أنا أحب تبقى مع المخازن ماسك الباب الرئيسي بتاع الدير عشان هنكون غايبين وفعلا بقيت ماسك المخازن ومعها بوابة الرئيسية بتاع الدير لغاية ما رجع سيدنا بالسلامة وبعدها أنا بعد شوية سيدنا كان كلمني على بيت الخلوة عدت تقريبا سنة ونص في بيت الخلوة سنة ونص وبعد كده مسك سكرتارية قدست البابا شنودة في المبنى بتاعه في الدير